السلام عليكم أخواتي كنت من نيربي تكونوا كلكم بخير على خير و بأفضل أحوال و بصحة جيدة اليوم سأترك معكم الطريقة للتحضير السمك مع الخضر في الفرن بطريقة سهلة و صحية بصراحة يزيبنين فابقوا معي على بركة الله و نبدأ على بركة الله أخواتي عندي هنا الحوت كيف يبقى لكم على حسب عدد الأفرد للأسرة ديالكم أنا استعملت هنا كيلو ديال الحوت و هنا عندي قصبور و معد نوس مقطعين و عندي واحد عاصر حامضة و عندي التوابل و عندي الكوركم و كامون مع القصغيرة مع القصغيرة و شوية ديال ابتزر أو نص ملعقة صغيرة و عندي ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر او الفلفلاح مرحلوه تحميره وعندي ملعقة صغيرة او نصف سكين جبير وعندي شوية الهريسة نصف ملعقة صغيرة بالنسبة للدراري الصغر اللي عنده ولدته صغر او اللي ما بغش يديرها ما يديرهاش وعندي الملح على حسب الضوء وملعقة صغيرة دي الكامون وهناي عندي الفلفلا مقطعة مع مطيشة مطيشة زولت لها الزريعة وعندي هنا البطاطا سافعة ونجدو ان شاء الله الحد دينا وبالنسبة للخضر اللي بغيتوا تديره مع الحد في الفرن استعملوا اي نوع دينا الخضر اللي كي يعجبكم مهم انا غنستعمل غير مطيشة مع الفلفل والبطاطا اللي قطعتها رقيقة سافعة غنبدأ على بركتي الله ناخد عاصر حمضة نضيفه فوق صبوره مع النز ونضيف التوابل اللي عندي ونخلط نضيف الشرمولة نضيف الشرمولة سوف نبدأ على بركتي الله فانا عندي الحج اكيد مغسول ومنقي مزيان ومغسول بالحامض او لا الخل على حسب اللي متوفر عندكم مع الملح سوف نبدأ على بركتي الله نشرمل الحج بصراحة فهو كي يجي صحي في الفورن وكي يجي بنين نشرمله مزيان وأكيد فانا نفلحة جوز جيلت فليحة من كل جهة لكل سمكة سوف نكمل بنفس الطريقة نشرمل نضيف الشرمولة وندخل الشرمولة في هذه الفليحة وكي يتلدد طريقة سهلة وكي يجي بها السمكة بنين ونبقى نستمره بنفس الطريقة نستمره بنفس الطريقة ننزل تبقى ذلك نسرم اللي اللي كانت قلينا سوف نشرمله بها الخضر وقلنا اخذ البطاطا قطعت دوائر و نضيف شوية الملح سوف نشر من الخضراء و نضيف شوية الزعتر و نضيف فوق الخضيرة ثم نضيف خضيرة سوف نضيف شوية ملح نضيف الخضر سوف نضيف الرطور سوف نضيف الخضير و نضيف الخضير سوف نقوم بعمل الحج كانت تمنى يكون كل شيء واضح لكم سوف نستفل البطاطا بهذا الشكل هفو نستفل الماء نقوم بالحج وستفل ثم نستفل ونستف الفلفلة ونستف ما طيشة ونستطيع الطريقة سهلة ونستطيع طيش سرمولة ونستطيع تحضر حامض ونستطيع اضافة ونستطيع طبق أضافة ملعقة ملعقة صغيرة و نضيف الزيتون فوق الخضيرة على شكل خطوط فوق السمك الخضيرة سافي نضيف ملعقة ونصف كبيرة يضيف ملعقة ونضيف ملعقة عمليقة ملعقة يضيف ملعقة ملعقة وهذا هو الشكل النهائي أخواتي بعد مطب الحوت مع الخضراء في الفرن بصراحة يجي و يشهي إذ ما تشوفوا معي فالسمك يجي طيب و محمر و بنين و ريحته يشهي هذا هو الشكل النهائي دياله تضربه بصحة و الراحة فهو صحي و بنين وأخواتي كنقول لكم لا تنسوا تبارتاجي و لا فيديو و تضغطوا ليك و تشتركوا في القناة فضلا و ليسا أمرا بس تدعموني و شكرا لكم أخواتي هذا هو الشكل النهائي و هذا بك نقول لكم تهلا فريوسكم إلى فيديو قادم إن شاء الله